السلام عليكم الزمن الجميل في إحدى البوادي فيه رجل ينقله عبدالله عبدالله هذا رجل يعيش في إحدى البوادي متزوج من امرأة ينقلها شريفة وعبدالله وشريفة عايشين حياتهم بأمان وأطمئنان ويتنقلون من مكان إلى مكان وما عندهم من الشيطان قطعه عبدالله وشريفة الله سبحانه وتعالى أرزقهم بفتاة وحيدة والفتاة هذه سموها حمدة حمدة مربينها كل شبر بنذر والرجل عبدالله يشوف الدنيا بعين ويشوف حمدة بعين والرجل يعني مستور الحال عنده أبو خمسة عشرين رأس من الماعز والأغنام ويرعى فيها الأغنام ويروح ويجي ويتنقل فيها البادية مع أبناء عشيرته وأبناء قبيلته وتعرفون أبناء البادية يبحثون عن مصادر المياه وعن المراعي لمواشيهم تروح الأيام وتجي الأيام البنت هذه وصلت إلى سن تقريبا 16 إلى 17 سنة وحمد ما شاء الله عليها العيون والطول والجمال وبدون مكياج وبدون بوتوكس وبدون هالسوالف هذه بنت آية من آيات الجمال لكن من عائلة فقيرة كلياتنا فقراء لله عز وجل المهم بعد فترة من الزمن مرض الرجل أبو حمده وأصابوا مرض وقبولوا اللي يصيبوا مرض أحيانا بسبب ارتفاع الحرارة توفي الكثير من الأشخاص لأنه ما في مستشفيات ما في أطباء مثل اليوم المهم هذاك اليوم مرض الرجل عبد الله وقعد في الفراش وظلوا له أسبوع زمان عشرة أيام وانتقل إلى رحمة الله عز وجل حزنة حمده وشريفة على الرجل عبد الله حزن عظيم هو السند بعد الله عز وجل وهو اللي كان يرعى فيها الأغنام اللي عندهم ويدير باله عليهم وسندهم في أيام الشدايد وأحيانا في أيام الغزو وكذا فيصون عرضه ويدافع عن بيته وكذلك كان الرجال كل سنة ينزل على المدينة يجيب الأغراض اللي يحتاجونها يجيب اللباس البنته وزوجته لكن الآن أصبحت حمده وأمها وحدات وما لها نسند إلا الله عز وجل لكن أفراد القبيلة والقرايب والعمام كلهم من قبيلة واحدة ما نسوا الزوجة هذه زوجة عبدالله وبنتها لكن الحياة ودها تستمر وعندهم حلال ودهم يرعون فيه والحلال ما هو محرز أنه يحطوله راعي وأصلا أم حمده ما عندها قدرة أنها تحط راعي لذلك كان لابد من أنه حمده تطلع ترعى فيها الحلال وصارت حمده فعلا كل يوم تطلع من الصبح ما ترجع لتالي النهار تطلع فيها المراعي بجانب رعاة الأغنام بعيدة عنهم لا حدا يتعاطى معاها ولا حدا يقرب منها وترجع تالي النهار على البيت وتحلب هي وأمها الغنم وعايشات حياتهم بشكل طبيعي تروح الأيام وتجي الأيام بعد حوالي تقريبا سبع إلى ثمان أشهر من وفاة أبوها وتطلع هذاك اليوم حمده كما سابق الأيام ترعى فيها الحلال والمرأة كان بعيدة شوي يعني 2 إلى 3 كيلومتر مسافة عن بيوتها شعرة اللي ساكنين فيها وخذت معاها زوادة بسيطة من التمر وشوية مي في القربة القربة هذه اللي يصنعونها من الجلد وكانوا يستخدمونها اللي يخزنون فيها السمن أو الدبس أو يستخدمونها لشرب الماء المهم هذاك اليوم طلعت كما سابق الأيام على المراعي لكن بعد حوالي ثلاث أربع ساعات وبالعادة حمده ما ترجع الغياب الشمس ما شافت أمها إلا العجاجة قاطبة أو الغبار يعني وشافت حمده جاية مسرعة والحلال ماشي وراها وتطلع تلاقي لها على قدام البيت قدام بيتها الشعر وتلاقي للبنت خير يا حمده شنو اللي صاير وإلا البنت حمده هذي في حالة يرثى لها أثيابها مشققة شوي والبنت قد ما هيباتشة عيونها متورم متورم خير يا بنيتي شنو الموضوع شنو السالفة البنت دخلت على بيتها الشعر وسترت حالها وغطت نفسها وبس تبكي يا بنت يا حمده طولتش يقصرتش يا بنيتي شنو اللي صاير عليتش الأم قلبها صار مثل النار وشكت في أمر ما يا بنتي المهم بعد محاولات عديدة لأنو البنت تسولف شنو اللي صاير معاها قالت لها والله يا يما فلان ابن أبو فلان مسكني في المرأة واعتد علي يا سواد وجهتش يا أم حمده ووين أودي وجهه الآن من الناس شلون صار شلون كذا انتي على علاقة مع هذا الفتاة قالت والله يا يما ما عرفه قال لي من بعيد عرفه محمد ابن أبو محمد وشاب هذا محمد أكبر أخوانه وأبوه كذلك في فقر مدقع عندهم أبو عشر خمسة عشر رأس غنم معتاشين من وراهن ويحلبون منهن ويأكلون ويشربون والجماعة حالتهم المادية أسوأ من حالة أم حمده وهذا محمد شاب في بداية العشرينيات اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين سنة ويرعى في حلال أبوه يطلب فيها الحلال كذلك مثل ومثل حمده والظاهر حاط عينه على حمده وفيه يوم من الأيام وفيه هذا اليوم اعتدى على البنت المهم أم حمده لما سمعت هالخبر وتجي على النقرة النقرة هذه اللي يحطون ثلاث حجار ويحطون الجدر عليها أو الطنجرة الكبيرة ويطبخون عليها فيحفرون حفرة صغيرة ويحطون الخشب أو الحطب ويولعون هالنار هذه تسمى نقرة النقرة هذه مليانة صفة أو رماد وتجي على هالنقرة وتصير تلط على حالها من الصفة أو تنتف شعارها أو شو ده تسوي والآن ما في سند لا في أخي دافع عنها لا في أب الأب متوفي شو ده تساوي وين ده تروح يا فضيح تشياء ومحمده بين هالعراب والمرأة خافت ينتشر خبر البنت اللي قاعدة تربيها كل شبر بنذر ويا بنت تقولي لأمك والله حمده امسل محالها للراعي لأنه الناس ما راحة يعني الناس لها الظاهر وما تعرف شنه اللي صار البنت هذي فقيرة وبسيطة ومسكينة وما عندها منها السوالف ويحطون اللوم على البنت والمثل يقول لك اللي ما تمدك راعها ما حد يلقاها ودائما في مثل هالحالات اللي تحصل من حالات الاعتداء اللي تاكلها البنت يقع اللوم عليها وعلى أهلها وليش مسرحينها وليش مطالعينها وليش ماخذينها والولد هذا المعتدي ما له علاقة فيه السالف يقول لك والله لو البنت ما اعطته ريق حلو ولا ضو أخضر ما اعتدى عليها وهذا الكلام غير صحيح يا ما فيه حوش وفيه ناس إن كان فيه أيام البادية وإن كان فيه يومنا هذا يا ما اسمعنا عن حالات اعتداء وحالات اغتصاب ومن السوالف والبنت يظل حقها العار للممات والشاب بعد فترة من الزمن الناس ينسون أمره ينسون سالفته يتزوج ويعيش حياته ولا كأنه مسوي شيء وحصل الكثير من هالحالات هذه المهم بعد ما استوعبت صدمة أم حمد وحاولت تهدي بنتها بنتها خايفة من هالموضوع والمهم هدتها وطولي بالت يا ابنيتي وقامت غسلتها وحممتها ولبستها ثياب نظيفة وقعدت أم حمد تفكر فيها السالفة والمصيبة السودة اللي وقعت على رأسها الآن شنو ده تسوي أم حمد أم حمد إذ قالها صارت تقول بينها وبين نفسها إذ الآن مسكت حالي ورحت على أبو محمد السلام عليكم وعليكم السلام والله يا أبو محمد ترى ولدك معتدي على بنتي صارت تحط الاحتمالات أنه أبو محمد أكيد راح يستشرف عليها والولد راح ينكر فعلته ورح تنفضح البنت وتصير سيرتها على كل لسان ويا بنت قولي لأمك حمد متهمة محمد بالاعتداء عليها وما عندها دليل وما في شاهد وبذاك الوقت ما في بحث جنائي وما في طب شرعي وتسألوا فهذه مي موجودة لذلك صارت تعد للمليون وين أروح وين أجي شنو أسوي الفضيحة ما هي سهلة وأذن ولاية لا سند ولا معين إلى الله عز وجل وجاها أهم جديد بعد وفاة زوجها عبد الله أهم البنت اللي جاها هذا ما تعرف من وين أو صارت تحسب الله عز وجل وتقول يا رب أنك يعني تخلصنا منها المصيبة وتستر علىها البنت البنت حمده بعد الحادثة هذه ما عد صارت تخاف أنها ترعى في الحلال ما عد تروح على المرأة يا ابنيتي يا كذا تقولها والله ما عد أصل المرأة صارت أم حمده ترعى في الحلال أول يوم والثاني والثالث أسبوع زمان عشرة أيام البنت تدخلت في حالة نفسية سيئة وما عد تسترجي تطلع بره بيتها الشعر وأم حمده قاعدة تفكر في حل لهالموضوع شلون تتحل الموضوع بدون فضيحة أو بدون ما تدريها الناس وتدعي الله عز وجل بالليل وبالنهار يستر على هالبنت اليتيمة المسكينة المهم ويخطر على بالها ذاك اليوم فيه قاضي في العشيرة رجل معروف ينقال له أبو ممدوح أبو ممدوح رجل قاضي من قضاة العرب فيها ذاك الوقت وبيته ما يفضل من الناس المتخاصمين وتلاقي وفد طالع وفد جاي ومن النادر أو قلة قليلة من الأيام إنك تلاقي بيت أبو ممدوح فاضي قاضي معروف والناس تجي تحل مشاكلها عنده قالت ما لي إلا القاضي أبو ممدوح وهو الوحيد اللي قادر على حل هالمشكلة بعد الله عز وجل لكن شلون تطرو على القاضي أبو ممدوح ولا شافها قبل العرب يعني لا شافه وامرأة رايحة على بيت ولا كذا يقعدون يفسرون وينقدون وهذه ليش رايحة على بيت القاضي وبعدين ممكن تصير سالفة ويفتضح أمر البنت وهي بغنى عن هالسوالف هذه وام حمدة خايفة أنه بعد فترة السالفة توها حديثة تخاف أنه البنت بكرة تطلع حامل ويبين بطنها وتولد وشودها تسوالف للناس شودها تقولهم المهم جتها ذاك اليوم شالت قربة المي اللي يعبون منها مي للشرب ويرد عليها الحلال والطريق من بيت حمدة على عين المي يمر من أمام بيت القاضي أبو ممدوح شالت القربة وقالت لك يعني خلني أشوف إذا الجو مناسب والوقت مناسب والبيت فاضي وأبو ممدوح يكون جالس الحال وأدخل عليه وعلمه بسالفة راحت أول مرة البيت مليان راحت على غدير المي أو على عين المي عبت القربة ورجعت وهي راجعة كذلك البيت مليان أو على هالمنوال أول يوم ثاني يوم ثالث يوم لعب لبيت أبو ممدوح هذا ما يفضى ما يفضى لا بليل ولا بنهار شنون ودها تصل أبو ممدوح وما ودها تيجي على زوجة أبو ممدوح وتعلمها بالسالف وودي أشوف القاضي وليش وديش تشوفين القاضي وتخاف أبو ممدوح يسول في زوجته والمرأة حذرة جدا على سمعة بنتها ودها تحل المشكلة بأقل التكاليف والخسائر وصار ماضي على هالسالفة تقريبا خمسطعش إلى عشرين يوم وخلال هالخمسطعش عشرين يوم البنت حمدة بدت مثل الوردة الذبلانة ما عاد هي حمدة الأولية الجمال والضحكة والابتسامة البنت يالله بالغصب تاكلها كم حبت تمر فيه اليوم وتحاول تغصبها على الأكل يا ابنيتي وكلي الله الكريم موجود وإن شاء الله تنحل مشكلتك والله يصطر عليك المهم هذاك اليوم قاعدة بهالليل أم حمدة وتفكر فيه حل لهالمصيبة ويخطر على بالها أنها ترسل رسالة للقاضي أبو ممدوع لكن شنون ودها ترسل الرسالة ومحمدة أمية لا تعرف تقرأ ولا تعرف تكتب وما ودها تروح على بيت القاضي لأجل ما تجيب الشبهة لنفسها المهم خطر على بالها عندها قربة الجراب من الجلد جديد وغير مستعمل أم سويته قبل فترة وحطته على جنب وتقوم تجيب الجراب هذا وتجهزه وتحطه فيه صرار الاصرار عبارة عن يعني قطعة من القماش تجي مربعة أو مستطيلة تستخدم لعدة أغراض حطت الجراب هذا داخل الاصرار وصرته وشافت واحد من أبناء أهل عرب أولاد صغير عمره 12 إلى 13 سنة نادت عليه تعالي يا ولد خير يا خالة اش عندك قالت ودي تودي لي هصرار هذا للقاضي أبو ممدوح قال أبي شريع عمه وتعطيه شوي التمر وضحكت على الولاد قالت بس شرطي ولدي تسلموا اليد القاضي ما تعطيه لأي حدا تدخل على المجلس وتسلموا باليد قالها أبي شريع عمه تمه وصار وبيتها ما هو بعيد عن بيت القاضي وتقف أمام البيت وتراقب الولد الولد هذا راح إلى المجلس السلام عليكم وعليكم السلام وقبل الأطفال اللي فيها السنة هذا ما هم سهلين متكلمين ويدخلون على المجلس ما هو مثل يومنا هذا تلاقيه ماسك التلفون على التيك توك ولا على المواقع التواصل وتسول في عشر شلمات لحتى يالله يرد عليك المهم دخل الولد على القاضي خير يا ولد اش عندك قال يا عم هذه رسالة من أم حمدة بينه وبين القاضي بدون لحد يسمع أبو ممدوح خذ الأصرار وفتح الأصرار وشاف الإجراب فيه قام سكر الأصرار وقاله بقلبه الله يعطينا خيرت شي أم حمدة وحطوا بجام ولا أنه فيها رجال وفيها ضيوف وفيها ناس متخاص ما قاعد يحل المشكل وقال بعد ما نحل مشكلة هالجماعة نشوف شين يسالفت أم حمدة المهم بعد ساعتين ثلاث حل المشكل والضيوف قاموا وراحوا في حال سبيلهم ويقوم يغتنم الفرصة أبو ممدوح ويفتح الأصرار هذا وشوف فيه جراب وبدأ يقلب هالجراب هذا يمين ويسار من هين ومن هناك يمين الاجراب هذا جديد ما هو مستعمل أبدا والقاضي كان نبيه جدا بدأ يفتش فيه يعني بدقة متناهية ويشوف فيه ثقوب صغير الاجراب هذا مثقوب والثقوب جديد وبفعل فاعل ما هو مثل ما تقولون دودة من دود الأرض ماكلته ولا يعني بسبب أنه قديم من الاجراب جديد دوه غير مستعمل لا بالماء ولا بالسمن ولا بعي شيء آخر فهم القاضي أبو ممدوح أنه السالفة كبيرة والمصيبة كبيرة وأنه أم حمد مستنجدة فيه بعد الله عز وجل ويقوم أبو ممدوح على شال ما يثير الشك ويثير الريبة ويخلي حدا يشك فيه يقوم يعبي هذا الاجراب تمر وقالهم يا جماعة أنا ودي أروح أزور هالأرملة هذه هي وبنتها صار لي زمان ما روحتهم وما تفقدناهم وترى أحنا مقصرين بحقها يقول السؤال فهذه الولاده وزوجته قام الرجال خذها الاجراب وراه لعنده محمدة سلام عليكم وعليكم السلام ومحمدة طبعا منتظر جيد القاضي أبو ممدوح على أحرم الجمر وعرفان ومتأكدة أنه أبو ممدوح رح يجي هاي أم ممدوح بشري الخبار العلوم ويسمع صوت البنت تشهق وتبشي في المحرم المحرم المكان المخصص للنساء خير يا محمدة قالت والله السالف بوجهك داخل على الله ثم عليك يا أبو ممدوح قالها وصلتي وصلتي يا أم محمدة لكن أعلميني شن السالف قالت ما فهمت شنو الموضوع قالها فهمت بس لدي أسمع القصة وليدي أسمع شنو الموضوع ومن المعتدي ومن يعني شوفوا بمجرد إشارة بسيطة الذكاء القضاءات في ذاك الوقت فهموا فهم أبو ممدوح أنه البنت معتدة عليها بما أنه يعني شنون فهم أبو ممدوح الإجراب اللي رسلته أم محمدة جديد طخ مثل ما نقول غير مستخدم أو فيه ثقب أو عرف أبو ممدوح أنه الإجراب هذا يشير إلى الفتاة حمدة والثقب هذا هو الاعتداء اللي حصل للبنت حمدة وقالها يا محمدة جيب البنت قامت جابت البنت البنت بالغصب لحتى جت وسمعت صوتها بممدوح وتخاف وأول مرة تقابل الرجال قالها تعالي هذا مثل أبوك وقال العرب ولا تخافين ووده يسمع منك هاي ابنيتي طولي بالك ولا تخافين وأنا أبدا والله لا أجيب لك حقك ووصاع دبل بس سول فيني شنو اللي صار معات شو منو اللي اعتد عليك البنت في البداية ما تفعل تسولف بس تبكي وخايفة قالها يا ابنيتي ما ودش حقك انتي ودنا نصر عليك ودنا نحلها المشكلة لازم تسول فين المهم ما لكم بطول سيرة بعد أخذوا عطا ومدابلات مع حمدة حمدة قالت والله يا عمي اللي اعتد علي محمد ابن أبو محمد أي أبو محمد قالت فلان قال هاو شنو اللي يعني انتي سلمتي نفسك بينك وبينه علاقة يعني تلتقون في المراعي قالت والله يا عم لا ألتقي أنا وياه ولا شي أشوفه من بعيد مثل ومثل هالرعيان وجاني هذاك اليوم وفي هذاك اليوم الرعيان كلهم مبعاد وما في إلا أنا وياه في هالمكان وجه منه سالفة منه سالفة على يريد يشرب مي على ما عنده مي ويمسكني ويعتدي علي وهذا اللي جرى وهذا اللي صار قال هاوك لي الله يا بنيتي وإن شاء الله أجيب ليك حقك والله يستر على اللي يستر لكن هايا محمد أصحك خبرك حدا يخبر في هالموضوع وأتركي الباقي على الله ثم علي جزاك الله خير يا ابو ممدوح والله يستر عليك وعلى عرضك ويوفقك ويبيض وجهك وتدعيله من هالدعوات اللي يحبها قلبكم المهم ابو ممدوح طلع غادر البيت وراح على بيته والرجال الآن أصبح عنده هم جديد مشاكل الأربان الثانية قادر عليها وياه محال مشاكل لكن الآن هالبنت اليتيمة هذي اللي معتدي عليها محمد وشلونه ديحل هالمشكلة ويقوم يركب الفرص هذاك اليوم وقال الولاد وإذا جاء حد يسأل عني قوله يعني طلع يشتم هوا ولا طلع يشوف المراعي أو أنا إن شاء الله عنده غياب الشمس أجي ركبوا ابو محمد ويعابوا ممدوح عفوا ويعرف مكان المرعة والمكان اللي يرعون فيه الرعيان ويتحين الفرصة ودي يشوف الولد هذا محمد الحالو ويشوفه هذاك اليوم تحت إحدى أشجار الدوم شجر الدوم هذا الشجر الشبيه بأشجار النخيل واللي عيش فيه الصحراء والمحمد مقيل هو وعشر خمسة عشر راس غنم مستظلين بظل شجارة الدوم والرجال ما عنده خبر به السالفة هو متمدد ورافع رجليه فوق ويغني يا ليل ويا عين ما حس ودري إلا القاضي أبو ممدوح فوق راسه ويمسكه من حلقه ومن الزيج من زيج الثوب ويسحب الشبرية أو الخنجر ويحطها على رقبته يا عم أبو ممدوح يطولك يقصرك قال له ولا لا أشرب من دمك اليوم يا عم قاعد تعتدي علي أنا فيها الصحراء شي مسوي لك قال له وأعتدي عليك الفكر عراض الناس لعبة يا محمد مو عيب عليك تعتدي على البنت مو عيب عليك تسوي كذا وماسكه وضاغط على حلق ويا الله يأخذ النفس إن شاء الله يا عم بس صار يفرفر بإيديه وأبو ممدوح رجل ممتلئ الجسد وضخم وتو يعني بالخمسين سنة وعنده عزم وقوة وربيان على سمن عربي وعلى برغل وعلى تمر ولبن المهم ما الولد هذا رادت تطلع روحه أو يتركه ويرميه بالأرض هاي يا ولد ليش سويت كذا مع البنت حمده قال له والله يا عم هذا اللي جرى وهذا اللي صار وترى والله صار لـ 15-20 يوم وأنا أعض أصابعي ندامة قال له يا جليل الحية ترضى واحد يعتدي على وحده من خواتك ولا على عرضك وبعدين يتندم ويعرض أصابعه ندامة قال له والله ما أعرضه بس الشيطان غواني وشفتها البنت الحالة والبنت جميلة وصار اللي صار قال له يا محمد الآن أمامك خيارين الخيار الأول أني أقضت راسك وأقضع جوزتك وأرميك لذيابة صحاري ولا من شاف ولا من دراء والحل الثاني أنك تتزوج البنت وتستر عليها قال والله يا عم أبو ممدوح أنك تذبحني والله روحي غالي علي لكن أتزوج البنت ما عندي مشكلة لكن شوفت عينك الحال اللي إحنا فيه والفقر وعنها الخمسة عشر عشرين راس غنم هذن نشرب من حليبهن ولبنهن وتعرف أنت عيلتنا كبيرة هذا محمد عنده ست سبع أخوان أصغر منه وقال ما أقدر أتزوجها يعني تعرف أنت الزواج وده فلوس وده جهاز وده يعني ما أقدر أتزوجها قالوا الآن معاك ثمانية وأربعين ساعة تتخذ القرار المناسب وألتقي أنا وياك تحت شجرة الدوم هذي أو أصحك تحاول تلعب بذلك أو تجيب سير الحدة أو حدد مصيرك وحدد قرارك بنفسك ويقوم القاضي بممدوح يركب فرسو ويرجع على البيت والرجال الشاغل لباله البنت اليتيمة هذي وده يسر عليها وما وده يجيب لها فضيحة وأبوها رجال كان معروف ورجل بسيط وما عمره سوى مشكلة مع أحده والقاضي يعزه ويعز البنت وأمها لكن صار ما صار ووده يحلها المشكلة هذي بأقل التكاليف المهم محمد هذا بعد ما راح من عنده القاضي أبو ممدوح تنفس الصعداء وقال يا ربي لك الحمد أني نجيت من بين دين أبو ممدوح والله كان ذبحني وما حد يدرع عني ويقوم يروح ذاك اليوم على بيت أهله وشافه أهله مهموم وحزين أو أنه يعني شكله ما هو مثل محمد كل يوم لما نيجي يسولف مع أخوان ويسولف مع أبو وهاي ولد عسل ما شر وش عندك من العلوم وش عندك من الإخبار قالهم والله ما عندي شي لكن بس عندي شوي التعب وصداع في الرأس وكذا ما عندي شي أمر بسيط لا تاكلونهم نام هذيش الليلة ومر اليوم الثاني في اليوم الثالث على الوعد بعد 48 ساعة ويجي القاضي أبو ممدوها على سجرة الدوم وما لقى محمد على الوعد بين صلاة الظهر والعصر استناه ساعة ساعتين قربت الشمس على المغيب ومحمد ما لعينه أبدا ويقوم يركب الفرس ويروح على بيت أبو محمد أبو محمد كذلك من الأقارب من أبناء هالعشيرة فيه معرفة بينه وبين القاضي السلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله أبو ممدوح زارتنا البركة قام وصبوله القهوة زارتنا البركة والله يا أبو ممدوح يا حي الله ها الأخبار العلوم والله كنت مار بجانب هالبيت وحبيت أطمن عليكم وأسأل عن أخباركم قالوا وتسأل عنك العافية وشاف واحد من أبناء أبو محمد اللي أصغر من محمد جاي بالحلال مع غياب الشمس ويسأل أبو محمد ها محمد وين ولا أد ما هو سارح بالحلال قالوا والله يا طويل العمر محمد صار له يومين مغادر البلاد وين راح وين وشنو الموضوع قالوا والله محمد يا طويل العمر الراح يدور على شغل وصار اليومين رايح قال معاه ركوبة خذ معاه زوادة أكل شرب قالوا لا والله الرجال ركب رجليه وتوكل على الله قال خير إن شاء الله الله يجيب اللي فيه خير وإن شاء الله الله يردو لكم يا سالم وغانم واستأذن أبو ممدوح من أبو محمد بعد ما شربوا قهوته وطلع من البيت وعرف إنه الولد محمد هرب لكن على من ودي يضحك وعلى من ودي يلعب ودي يلعب على قاضي من قضاة العرب وقضاة الصحراء والرجل أبو ممدوح من قصاصين الأثر وغالبية أبناء البادي قبل يعرفون بقصة الأثر ويروح على البيت وياخذ زواد معاه مي وتمر ولبن ويروح بالاتجاه اللي قال عليه أبو محمد الظاهر فيه مدينة بعيدة بالاتجاه هذا وقال لك خليني أمشي بهالليل الحد ما أتعب وأنام وفي الصباح إن شاء الله أقص أثره وفعلا هذا اللي حصل قال الأهل والعيال وقالهم ترى أنا مغادر للبلاد ولاجع حد قوله والقاضي ما هو موجود والله وعح الله أعلم إيه ما تيرجع ويمشي بهالليل القاضي أبو ممدوح وترك القضاء وترك العشيرة فيه سبيل يسطر على البنت اليتيمة ويظل يمشي لحد ما تعب هو وهالفرس ونزل وحط راسه ونام في صباح اليوم الثاني معه شقة الضو ويصحى أبو ممدوح ويصير يروح يمين يسار خمسمية ستمية متر واحد كيلو يمين يسار ويشوف أثر وعرف أنه الأثر هذا للولد محمد ويبدأ يقص الأثر في رمالها الصحراء ويمشي ويمشي لحد ما مشاله ساعتين زمان ويشوف الولد محمد ماشي بها الصحراء الدنيا الظهر والولد هذا الساعة يقوم وساعة يقع ويطير بهالفرس اللي عنده ويجي ما حس ودريه محمد قال لون أبو ممدوح فوق رأسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا محمد يقول من وين جاني هذا أبو أبو ممدوح لكن أبو ممدوح رأي أول المهم يمسك محمد محمد ريقه ناشف وحلقه يطقه من العطش شربه مي والولد استجمع قواه شوي وعطاه شم حب التمر وبعد ما أكل وقعد شوي وارتاح أو يرجع يمسكه هذي شلمسكة من حلقه قال له والله أنا قلت لك يا أذبحك يا تتزوج هالبنج قال له يا عم شوفت عينك والله ما خلاني أهرب إلا القل وأنا ما عندي وأصلا ما أنا قادر أفاتح أبوي وأمي فيها الزواج وشلون أنا بدي أني أتزوج وأنا أصلا اللي منجي صار عندهم ولاد ومنات وقابوا للعرب يزوجون أبنائهم في سن مبكر 18-19 20 سنة يكون الواحد عنده ولد ولا ولدين وقليل منهم اللي يأخرون في الزواج قال لكن يا عم منذوح شوفت عينك قالوا يعني أنت الآن رايد البنت قالوا والله يا عم منو ما يتمنى تكون حمدة حليلتن له ووجي معه ثوبهم من ثوبنا وفقراء مثلنا كنا فقراء لله عز وجل لكن أنا خطيت ومعني عرفاني شو بدي أسوي لذلك قررت إني أروح أبحث عن عمل وأجمع فلوس وبعدين أجي أخطب البنت قالوا يا محمد السوالف هذه ما تنفع بكرة البنت شهر شهرين زمان يبين بطنها وتبين أنها حامل وبعدين تنفضح البنت وبعدين ما يضبط الأمر الحل للراية عمي قالوا موضوع الزواج هذا علي زيجتك علي بس أنا ودي أنه أنت تاخذ البنت عن قناعة موه بكرة بعد ما تتزوجها تقعد تعيرها وأنه يعني تعرفون أنت وفي مثل هالزيجات هذه يقعد الزوج يعير الزوج ويربحها جميلة أنه هو ستر عليها وأنه هي بنت عايبة وهو اللي احتواها المهم قالوا زيجتك هذه علي من أولها لآخرها لكن الآن ترجع معاي نرجع أنا وياك وقبل الله نصل العرب أرميك وتروع على بيت أهلك وعلى أساس أنك بدلت رايك وأترك الباقي علي ولا تآتي بأي حركة قال تم وأبشر يا عم أبو ممدوح أنا داخل على الله ثم عليك أنك اتزبط لي هالوضع وأنا والله ما هو قصدي وأنا قاله خلاص ما عليك لكن لا تجي بسير الحادة لا تقول لأمك وأبوك ودي أتزوج أو الحادة من أصدقائك من خويانك قال أبدا أو يرجعون هذاك اليوم قبل لا يصلون العرب ويرميه بأطراف العرب ويروح أبو ممدوح على بيته وجه الولد محمد على أهل وهاي محمد من أشوفك ما طولت والساس الدور عمل قال والله يبا بدلت راي وما قدرت على أفراغكم وإخواني ما يقدرون يرعون بالحلال وهذا اللي خلاني أرجع أبو ممدوح بعد يومين ثلاث بيت السالفة علشان أنها تكون يعني ما حدا يشعر فيه ويجي على بيت أبو محمد سلام عليكم وعليكم السلام محي الله أبو ممدوح من هين سالفة من هين سالفة ومحمد قاعد هناك في المجلس قال هاي أبو محمد كنك مودك تزوج محمد قاله والله يا أبو ممدوح أبو دي وكل الود لكن شوفت عينك اليد قصيرة والعين بصيرة وما عندنا غير هال شوية حلال متعايشين من وراهن والله كريم يا أبو ممدوح الله يرزقنا ويرزق هالولاد ونخطبله ونزوجه المهم قام أبو ممدوح قال والله يا أبو محمد اللي من جيل محمد تزوجه وصار عندهم أبناء وبنات قاله والله يبودنا أن نشوف الأحفاد ونشوف ولاده ونزوجه لكن والله ما نقدر ها يا محمد اش رايك بالزواج قاله والله الولد يضحك من بعيد ابتسامه وخجلان وهذا قاضي ورجل له قيمه واعتبار قاله ها يا محمد اش رايك نزوجك اش رايك بالزواج قاله والله يا عم الله ثميدك إذا يعني شلون مثل ما يقول لك أبوي والله ما احنا قدرانين أصلا يا دوب ناكل ونشرب قال لا بالله زواجك علي يا محمد أو أبشر وأنت شاب محترم وتستاهل أنك تتزوج ويلتفت على أبو محمد قاله والله ترى العروس المناسبة هي بنت الرجال عبد الله أبو حمد البنت يتيمة وجماعة ثوبهم من ثوبكم والحالم نبعضه أو أنت وقرايب وحبايب وكلنا ولادة عم والبنت ما شاء الله عليها تستاهل قاله والله ساعة المباركة والله ونعم من حمده وأمها وأبوها الله يرحمه ها يا محمد اش رايك بالبنت حمده محمد ساكت ويبتسم والقاضي قاعد يراقب تصرفات محمد وردت فعله هل هو مبسوط من عرض الزواج هذا ولا يعني مش مئز أو ما هو عاجب ومجرد الأمر يعني ستر على البنت لكن لاحظ القاضي أبو ممدوح أنه الولد مبسوط وبدت عليه علامات الفراح وردت فعله كانت إيجابية قال نادوا على أم محمد وبلغوها بالموضوع إذا هي موافقة لأنه كذلك هي يعني الزوجة هي راح تعيش معها في البيت وكذا أقام أبو محمد شاور المرأة وقال لتماع إنه مشكلة أبدا بالعكس والله البنت حمده بنت مطربي وآدمية ومحترمة وأبوها الله يرحم ورجال زين وأصل وفصل وجماعة ثوبهم من ثوبنا قال يا أبو ممدوح على بركة الله في اليوم الثاني ويروحون جاهة رسمية على بيت أم حمده وعلى رأس الجاهة أبو ممدوح السلام عليكم وعليكم السلام طلبوا البنت بشكل رسمي وتم عقد قرانها هذاك اليوم وحددوا موعد العرس بعد أسبوع من هذاك اليوم أو أم حمده هذاك اليوم كانت سعيدة جدا بالعمل اللي قام فيه القاضي أبو ممدوح أو جزاك الله خير يا أبو ممدوح وما قصرت وبيض الله واجهة قال يا بنت الناس ما سويني شيء هذه بنيتنا واللي يصير عليها يصير على بناتي أو هذا الحمد لله تم الأمر على خير وأبشر شالولد رايد البنت وإن شاء الله الله يكتب النصيب وأله يرزقهم عيال وبنات وبعد أسبوع زمان يتزوج محمد من حمده حمده فيه البداية كانت خايفة وخجلانة ووضعها كان تعبان شوي لكن الأم وصلت لها الفكرة أنه الولد يعني غلطة وغلطها ولكن الولد رايدها ومشتريها وبعد فترة منزما تقبلت حمده محمد وشعرت أنه فعلا محمد حبها ويعطف عليها ويحن عليها ويعاملها أحسن معاملة واعتذر عن الأمر اللي صار وأنه صلح غلطه بمساعدة الشيخ أو القاضي أبو ممدوح جزا الله خير لكن اللي ريح حمده أو أم حمده ومحمد والقاضي أبو ممدوح أنه البنت ما حملت منها ذاك الاعتدام وبعد فترة منزما بعد حوالي سنة الله أرزق محمد وحمده ولد وبعد منها بنت وبعد منها ولد وعاش وحياتهم بحب وأمان وأطمئنان وانتقى لمحمد وحمده للعيش مع أمها لأن أمها ظلت وحيدة في البيت فقالت خلينا نعيش إحنا ومي ببيت أبوي ونفضي عن إخوانك وعن هلاك وفعلا هذا اللي حصل وكانت هذه نهاية القصة في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه